صدمة كبيرة للناس لما سمعت أو شافت أو عرفت أو قررت إن البرلمان أقر مبدئياً قانون صندوق قناة السويس وطلعت الأخبار عن تفاصيل القانون الكارفي اللي بيمهد لبيع القناة عن طريق التأجير وبيع أصولها زي ما نشر مش إحنا موقع المنصة موقع المنصة بيقوله إقرار مشروع قانون يتيح تأجير أصول قناة السويس ودول الخوانة اللي وفقوا على بيع اعتران وسائل زي اللي وفقوا بالضبط النهاردة على هذا القانون لكن تقارير تانية صحتنا وقرت لنا لا ده الصندوق ده أصلاً معمول من بدري وإن السيسي خلاه على جنب كده عشان يعرف يتحكم فيه زي بالضبط قانون صندوق تحيا مصر اللي محدش يعرف عنه حاجة أهو خبر واضح صندوق مصر الاستلاء على أموال القناة السويس بعيداً عن الموازنة العامة طلع بقى العربي جديد قالت يا جماعة فوقوا شوية ده أصلاً الصندوق ده معمول من سنتين كشفت مصادر برلمانية مصرية أن نهاية قناة السويس أنشأت صندوق خاصة بها قبل أكتر من عامين بتوجهات مباشرة من السيسي يعني قبل مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المقدم ويقضي مشروع القانون بتأسيس صندوق هيئة قناة السويس للمساهمة بمفرده أو مع الغير مين بقى الغير ده مش مهم في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها والاستثمار في الأوراق المالية في البورصة عن طريق الثلاث حاجات دول الأربع حاجات دول شراء بيع تأجير استئجار استغلال إيه بقى أصول القناة السبتة والمنقولة والانتفاع بها في حين قالت مصادر العربي أن السندوق منشأ بالفعل يا نيمين من يوليو 2020 وبلغت حصيلة الأموال فيه تقريباً 3 مليار جنيه يعني حوالي 80 مليار 3 مليار دولار يعني حوالي 80 مليار جنيه مصري وأضافت المصادر أن الهدف من السندوق أيوة هو احتجاز الجزء الأكبر من موارد الهيئة بعيداً عن موازنة الدولة وأنه هيبقى زي وزي صندوق تحية مصر يعني كلام في منطقة الخطورة أولاً على مسئولية العربي الجديد السندوق موجود من سنتين وأنه السندوق بقى زيه بيعامل زي صندوق تحية مصر اللي إحنا ما نعرفش عنه حاجة مغارة علي بابا أو ما يسمى بصندوق تحية مصر اللي محدش يعرف عنها حاجة خالص فكريدي السيسي لما طلع في 2014 وقال لك عارفين يعني إيه صندوق أنا ماسكه طب قبل ما يمسكه هيا نشوفه كده أنت عارف عن إيه صندوق أنا أشرف عليه عارفين يعني إيه إن أنا أقول السندوق ده أنا أشرف عليه يعني نخطجنيه مني يبقى لك الكلام أنا بأكلمكم بجد أنتوا تعرفونيش اسألوا الجيش اسألوا الجيش ده بأعمل إيه لا خلاص عرفنا عرفنا أن السندوق منه لميزانية بيتك رسمي سندوق تحية مصر منه لميزانية بيت السيسي وعيلة السيسي ومحدش لو عنده حاجة لا يخضع لجهة رقبية ولا جهاز مركزي لمحاسبات ولا نيابة أموال عامة ولا مبحث أموال عامة ولا أي جهة في البلد بترقبه من السندوق هو موازنة بيت السيسي نفس القصة هتحصل في صندوق هيئة قناة السويس يتبع مباشرة تنسيسي وقدام الأخبار والمعلومات المتنقدة دي الناس من مبارح بتسأل وناس سألتني كتير جدا هو فعلا هيبيعوا القناة يا جرع انت مش كده ماينفعش الكلام ده انتوا بتقولوا كلام بتهبدوا انتوا بتقولوا أي كلام على السوشيال ميديا معقولة معقولة في حد خين هيبيع أصول قناة السويس الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا فطلع حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ذات نفس شخصيته طلع بيان عريض والبيان ركز معايا فيه الراجل حس بقلق الناس على السوشيال فكشف كل حاجة وقال لك أبدا حاشا وكلا لا يمكن هنمس هذا الممار المائي وموضوع البيع ده مايتعلقش بقناة السويس طب اهدى عما حانا في ايه الموضوع قال لك بص القناة دي محمية بحكم الدستور وأن على الدولة أن تحميها وتنميها احنا بنتكلم في موضوع تاني مش البيع خلينا كده بالأصول واحدة واحدة محدش هيجيب لنا أصل الكلام ده عشان نقرب نفسنا قدام الكلام بتاع الناس قدام الناس كلها نشوف كده موقع 24 المخابراتي اطلع بالموقع قال لك بقى البرلمان يناقش إنشاء صندوق مستقل لهيئة قناة السويس الحكومة تقدمت للبرلمان بقانون لإنشاء صندوق مستقل لهيئة القناة جميل مقر الصندوق يكون بالإسماعيلية حل ويجوز إنشاء فروع في باقي المحافظات يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من الرئيس الجمهورية موارد الصندوق في عدة مصادر أبرزها نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس الصندوق يستهدف تأسيس الشركات والإستثمار في البورصة جميل بيعمل ليه بقى الصندوق؟ يحق شراء أو بيع أو تأجير أصول الصندوق السابتة والمنقولة والاستنفاع بها شراء من حق الصندوق ده أو بيع أو تأجير أصول القناة السابتة والمنقولة والإنتفاع بها رأس مال الصندوق المرخص بقيمة 100 مليار جنيه تكون للصندوق موازنة مستقلة بعيدا عن موازنة الدولة يعني إيرادات مش هتخش للدولة إنما تخش للصندوق ده على غرار أخوه صندوق تحية مصر كلام كده واضح بيع استئجار الأصول هنا بقى السؤال يا حضرات هي أي أصول قناة السويس؟ مش ده أصول دردو؟ مش ده سؤال محترم؟ أنتوا بتعملوا أو عملتوا صندوق لهيئة قناة السويس هو مش كيف هي سنديق خاصة بقى؟ هي مش دي السنديق الخاصة اللي قلنا عليها بعد الثورة يناير إنها مغارة علي بابا؟ مش دي السنديق الخاصة يا حضرات اللي البرلمان بتاع 2012 برلمان الثورة كشف بالأرقام أن السنديق الخاصة كانت هي الباب الخلفي لنهب الفلوس مصر؟ مش مصدق؟ خد الخبر ده أهو في 2012 البرلمان السنديق الخاصة باب خلفي لنهب أموال مصر فاكرين القصة دي؟ ده قناة العربية السعودية بعد صورة يناير اتفتح ملف السنديق الخاصة اللي موجودة في محافظات مصر واللي بتمثل اقتصاد غير معروف وغير مدرك في موزنية الدولة فقاموا السادة أعضاء برلمان 12 بفتح الملف ده في لجنة الخطة والموازنة في 28 مارس 12 وقال لك أن السنديق الخاصة التابعة للجهاز الإداري للدولة بأنها الباب الخلفي للنهب والاستلاء على المال العام وفقاً لما جاء في صحيفة الأهرام وكشفت اللجنة في تقريرها اللي أعددته برئاسة المهندس سعد الحسيني أن إجمالي أرصيت هذه السنديق بلغة 474 مليار جنيه وفقاً لإحصاء الجهاز المركزي المحاسبات أسامة هيكل كتب عن القصة دي وقال اطلع بأسامة هيكل موافقة مجلس النواب على إنشاء صندوق لهيد خنال سويس والسماح له ببيع وتأجير واستغلال الأصول أمر خطير للغاية ويحتاج مراجعة فورية القناة مرفق استراتيجي لا يجوز التفريد فيه جزئياً ولا كلياً إلا قناة السويس يا سادة ده مش محمد ناصر ده وزير الإعلام في إحدى حكومات السيسي ده غالباً يعني رجل ورجل نظام وعلى فكرة أسامة هيكل أصلاً بدأ تاريخه في الإعلام مراسل عسكري يعني مش خاين بقى رجال النظام نفسهم هم اللي شايفين إنه بيحصل ده شيك على بياد لبيع البلد خلينا نروح جوه البرلمان النائبة سناء السعيد انتقلت قانون صندوق قناة السويس وقالت إنه بيمسل شيك على بياد بإدارة القناة مش بس كده ده مها عبد الناصر بس خالي نشوف الأول سنة السعيد كده لو موجودة تفضل أنا برضو حريصة على إن الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة إرادات كناة السويس دي بتراجع سنوياً وتبقى قدام أعين البرلمان السندوق ده أنا شايف أنا بموجب هذا القانون أنا بدي شيك على بياد للسندوق بإرادة كل الموارد دون الرجوع للبرلمان فأنا حريصة في إضافة نفس الرد سبق الرد عليه يا سات النائبة مش بتعرض موازنة الهيئة عليكم كل سنة وتفصيلية ومن ضمن البنود ما خصصة للسندوق البسيطة دي تمام بس السنة دي هو أنا النهاردة لما استقطع جزء من إرادة كناة السويس من العيئة عشان أعمل سندوق فأنا النهاردة حجزت جانب من الإرادة اللي أنا المفروض هو بقى جنبته أنا اللي محتاجاه إن أنا أي قرارات تأخذ فيما يخص هذا البن أضيف ليه وبعد موافقة مجلس النوات الكلام اللي بتقوله النائبة السناء السعيد هو اللي احنا بنسأله هنا مين اللي هيجوز ليه نيقول نبيع ده ونشتري ده مين اللي هيجوز ليه أو له سلطات إنه يقول دي بكام ودي ما بيش بكام الموضوع خرج من البرلمان النائبة مع عبد الناصر قالت انتوا رايحين سندوس القناة السويس والسان دي أثبتت فشلها والحكومة لبستنا في الحيط اسمع هاي القناة السويس اللي بتدخل أربعة مليار دولار للموازنة العامة للدولة عايزين نخرج دوت ونعمل سندوق جديد أهي الحكومة فين؟ الحكومة ليه متخيلة؟ إن هي هتعمل نفس الحاجات وهتوصل لنتائج مختلفة يا جماعة ما احنا بقلنا سنين عمالين نتكلم ونقول الطريق اللي انتو ماشيين فيه ده غلط الطريق ده هيلبسنا في الحيط وسيبتونا لحد ما لبسنا في الحيط فأنا مش عارفة رئيس الوزراء ما بيجيش المجلس له رئيس الوزراء المفروض ييجي يرد على تساؤلات النواب والشعب بدل ما يطلع تقرير يقول فيه إنه بيرد على الادعاءات الكاذبة على الاقصاد المصر الادعاءات الكاذبة الناس كلها شايفة الاقصاد هايل احنا الناس كذبة الناس بتتوهم أنه الناس خلاصة بايش لا يتاكل الناس بتتوهم أن الدولار بقى في السماء ومش موجود الناس بتتوهم أن العملة بتاعتنا نسلت في الأرض الناس بتتوهم أن احنا معدناش اقصاد حقيقي مافيش أي تنمية اقصادية حقيقية بنستثمر في بونا وبس البونا مهما كان كويس فهو مش الطريقة الموثل لاستثمار بنقترد وبنزيد بالاقتراض ومكمل في كده شفنا أسامة هيكل وشفنا بعض أعضاء البرلمان جمعنا لكم بقى مجموعة جراف واحد لاعتراضات واعترافات قالها أعضاء البرلمان عن صندوق هايد قناة السويس نشوف كده الجراف ده آدي الجراف يا حضرات أبرز معلوم قالك سحب نسبة غير محددة من إرادة قناة للصندوق مما يؤثر على إرادات الموازنة العامة للدولة من العملة الصعبة اتنين عدم خضوع الصندوق للرقابة من البرلمان ثلاثة السماح للصندوق ببيع وتأجيل الأصول والشركات المملوكة قناة السويس دول اعتراضاتهم أربعة تهديد للأمن القومي بالسماح بتملك الأجانب لحصص في قناة السويس خمسة الخضوع لإرادة صندوق النقد ببيع أصول مصر الاستراتيجية ستة إقرار القانون بفتح الباب اللي يبيع أصول استراتيجية أخرى زي السد العالي دي مجموعة ملخص اعتراضات البرلمانيين في البرلمان مش أنا ومش بس على فكرة البرلمانيين ده حتى الإعلامين والسياسيين رفضوا القانون الكاريسي ده نشوف الإعلامي محمد علي خير أو خير الله زيادة قدرة الهيئة هي قناة السويس على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هي قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمسل لأمواله إيه الكلام اللي أنت هذا؟ طيب قناة السويس بتعمل ده ما فيه ناس أفاضل بيديروا قناة السويس يعني بدليل إن إراد قناة السويس زاد وصل 8 مليار دولار أنت عارف لو إراد قناة السويس هو كان خمسة ونص من كم سنة لو كان عمالي إيه أقولك باشي عايزين أي حد ينقذها إنما ده الإراد بيزيد مساهمة الصندوق بمفراده أو مع الغير الغير ده اللي هو مين؟ ماشي؟ في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها والاستثمار في الأوراق المالية وهي هيئة قناة السويس مش عارفة تدير أمورها ده هيئة حريقة يا راجل ده فيها كفاءات للصبح من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول السبتة والمنقولة والانتفاع بها لا ده كلام بقى يعني مش حلو يعني هذا مشروع القانون أثار دق النهاردة داخل مجلس النواب يعني قناة السويس ده مش ده مش أوتوبيس في شارع احنا بننتدخل به لا ده في زاكرة المصريين في حياة المصريين قناة السويس مسألة مهمة جدا غير إنها تتعلق بالشعور الوطني الكبير عند المصريين فقناة السويس بتحتل مكانة كبيرة في الأمن القوم المصري وإحنا شفنا وقفة الجيش سنة 2012 ده الجيش لفظه اعترض على كلمة إقليم قناة السويس أكبر تأمين بتقوم به القوات المسلحة المصرية هو على مرفق قناة السويس قناة السويس حاجة كبيرة قوي 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 قناة السويس تاريخ ها تاريخ مش مكملين مش الخوانة اللي برا ده جوه وطلع كبيرهم النبطشي عمر قديم اللي عنده استعداد عمر يبيع لحم الناس وعرضهم من غير ولا لحظة من تقنيب الضمير عمر قديم ما هواش بصراحة يعني عادي عمر قديم من سنين وهو نبطشي للسعوديين مش لأي خلايجة للسعوديين عمر قديم شغال عند إخواننا في السعودية إذا السعودية سفلتت شارع في الرياض يطلع عمر يهلل إذا بنت عمرتين في حتة يطلع عمر يهلل إذا عايزة تشتري شركة يطلع عمر يهلل عمر طلع بقى يمحه تبقى له كذا يوم يقول عايزين حاجة كبيرة تتباع مبارح طلع بقى يقفلها في وش الناس ويقولك تصنيع ايه اللي بتتكلموا عليه تجاي تتكلمني على التصنيع دلوقتي وتوقف التصدير دلوقتي واه وتقولي حق الأجيال ايه المانع ايه المانع من البيع يعني اسمها كده عمر أدي كنت بقولين قضية ايه إنها أزمة والأزمة دي يجب أن تخرج منها بشكل سريع على بلها ناس يقولك يقولك هو الحل في التصنيع أيوة طب ما هو كنت صنعت انت تلاتين سنة دفعت انت جاي في التلاتين شهر اللي احنا مخلوين فيه وعايز تبتدي تصنع ناس تقولك ما تستوريتش اعمل كل حاجة في مصر يا السلام ده بكرة انا بقولك انه فيه فلوس مطلوبة بكرة حرية كبيرة تعمل أشياء كتير بس عندك مرونة انه اه انا محتاج المبلغ ده طيب احنا ليه لازم نبيع دي مبلاش دي طب ما فيه دي اه الشرقية الدخان انت بتيجي تسألنا انا ابيع الشرقية الدخان شركة موبايل بتاعت الحكومة انت ليه عندك شركة موبايل انما فيه أشياء انا شوفها واضحة نخلص عايزين نخلص لانه هي اه طبعا فيه عزة وطنية وانه ما حاقا فيش أصول تتبيع انما العالم كله بره بيعمل كده طبعا ايه الحال بقى عمر عندك عمر حقالك بالبلد كده ما تخوفناش بالأجالي الجاية عايزين نبيع ونرخلص واسبكم اللي عاديين بره دول علينا احنا اسمع كده عمر بقول ايه بيتباع أصول في حاجاته وانت مثلا يعني هو لما جات المملكة العربية السعودية باعت نسبة من قرامكو في البورس دي قرامكو دي اهم شركة في العالم واكبر شركة في العالم هي السعودية نقصة فلوس ولكن بيجي ساعات الدولة تقل شوية تخرج شوية من أشياء انما في حاجات تيجي تقول لي ايه لا انا دي دي عرقنا ودي حاجات الأجيال انا ماشي وبعدين على فكرة ما هي موضوع الأجيال القادمة دي فيه ناس كتير وخصوصا الناس اللي عادة برا يقول لك دي فلوس الأجيال اللي جاية طب ما هي احنا لو ما وضبناش الدنيا دلوقتي الأجيال الجاية مش تلقى حاجة الأجيال الجاية مش تلقى حاجة يا جماعة الضرورات تبيح المحذورات الكلام ده محدش هقول لكم يعني هيفضل الناس طب طب وتمشي لا عامر عايز لك سؤال بس ما هتحوهوش كتير عايز لك سؤال بقى مهمة قوي أنا موافق على بيع قناة السويس كلها اعتقد مش هتلاقي اعتراف زي ده اقرأ انا واعترف ان انا موافق على بيع الهرم وقناة السويس بس بشارة يا عامر تضمن لي ان النتيجة المرجوة بعد ما بيعنا البلد ان احنا هنعدي الازمة دي ولا هنبيع يا عامر وفي الاخر نرجع ما نلاقيش حاجة أنا كلها برضو لان ده اللي حاصل من 2013 من 2013 استيلاء على اموال الناس من 2013 تدمير شركات من 2013 تدمير مصانع من 2013 عاملين تعملوا مشاريع فشيخة وفي الاخر ولا حاجة عملنا ايه بيها ولا حاجة عملتوا التفريعة وعادتوا تتحكوا عن الناس وهندخل والقناة هتعمل والقناة هتسوي وبعدين دمرتوا الاحتياط النقد في البنك المركزي وبعدين دخلنا في القرد 2016 هي دي مشكلة عامر مشكلة ان انتوا بتورطوا الناس وبعدين نلبس في حتا اكبر لما التفريعة جات قاعدتوا تكتبوا على الشاشات باقي كده التفريعة اللي مش عارفين ايه ويطلع حسب الله السادس عشر بالبدلة دي لو انت فاكر طلع بها يا علي وقاعد بقى قال لك مصر تنحد قالوا عبور مئة مليار تمنمئة مليار وهب قضيته على الاحتياط النقد في البنك المركزي باعتراف هشام رامز محافظ البنك المركزي وقتها اللي قال ان التفريعة النحسي دي قضت على الاحتياط النقد كانتين نتيجة عامر بقى ان البي حسب الله السادس عشر راح عمل قرد في الفين وستاشر لاني ما عندوش احتياط نقد لانه راح لم كل الكركات والحفارات من العالم عشان بدل ما يعملها في ثلاث سنين عملها في سنة كانتين نتيجة اني لجأنا للسندوق الفين وستاشر وبعدين من ساعتها ما شفتناش خير طيب رحت قلته هنعمل اكبر عاصمة ادارية خدتوا الفلوس وخدتوا قرود وبهدلتوا البلد وبعدين يا عمر ولا حاجة هنعمل قطار كهربائم كهرب هيكهرب البلد كلها وهيعملاش حاجة وبعدين يا عمر ولا حاجة ايه دي المشكلة المشكلة ان كنتوا عايزين تبيعه وبتقول انت دلوقتي وتقعد تقول الاجيال الجاية طيب ما انت مش عارف ايه انا ماشي يا عمر مين يضمن بقى للمصريين ان اذا اتطبق القانون ده الدنيا هتتفاك مين يضمن لنا اولا رغم كارسة البيع دي الحمد لله ان العينة دي تعارت قدام الناس كلها عينة عمر أديب هذا الرجل اللي بيحركه كفيل سعودي سدقوني عمر أديب لا يملك زرة وطنية في قلبه سدقوني عمر أديب لا اخلاص له الى للسندوق السعودي القطري السندوق السيادي السعودي سدقوني عمر أديب لا يملك اي انتماء للبلد دي وما يهموش ان شاء الله الهرم يتفكر يتباع سدقوني عمر أديب بامانة لا يقل عن سواء التاكسي اللي قاعد يضحك على الجماعة الخلايج وقال لهم ده الهرم ده بنا مش عارف مين الاماراتي ومش عارف الارض دي كهتملكي مين السعودي والحجرة جب ده نفس اللي قالوا سواء التاكسي للخلايجة في التاكسي في الهرم هو اللي بيعملوا عمر دي وقت العينة دي عينة ضالة مسعورة عينة حولت الوطنية الى جنية الى قرار من محكمة موتورة تعكم اذا كان ده وطني وده خاين بينما اللي بقى اعتيران وسنفير اللي مضى على سد النهضة اللي بيبيع دلوقتي سينة وبيبيع القناة وطني رجل وطني والجوء اللي حواليه وطنيين ايه الدليل الدليل بيطلعوا يقولوا بحبك يا وطنطن بس انما يبيع القناة عادي يبيع تيران وسنفير زي الفل يبيع سينة بالكامل وده هيحصل وبكرة فكرك عادي جدا باع السد باع النيل بجرة ألم في الخرطوم وعادي لسه شايفين وطني بجنونه ده دي لانه انتو بتغنوا بس الوطن والوطنية تحولت الى اغنية الى قرار محكمة تنزع عنك الوطنية وتديها الواحد تاني زي ناشة تديه عشان يبنوا يدخش الشرطة ويبقى وكشفت مين بيحب البلد بجد وكشفت للجميع ان اللي برا دول مش اعلام معادي ولا حاجة اللي هو احنا ولا بنكره البلد بالعكس ده هو دفع فاتورة غالية جدا اللي برا لانه نفسه بله تبقى احسن ولازمنا بندفع الفاتورة دي رغم نباح الفصيلة الضالة ومش هننزل لمستواهم ولا هننزل لمستوى الخيانة بعد ما هاجمون الهجوم زي ده كده والاخ محمد ناصر اللي عامل فيها مثقف وطالع الراجل عمال يعيش دور انه زعيم سياسي مثقف وانه هو اللي من خلال كلماته ومن خلال يلا يلا دي مش عارفة مين هاتلي بقى الصورة اطلع لي بالصورة دي اطلع لي بقى نوقع على البلد 11-11-12-12-13-13-13 الموضوع مش سيء زي ما هم بيحاولوا يمثلوا لكو فيه ويبرمي لك كلمة ويسيبك بقى انت تغزل ايوه وبتاعتك وهم انت فعلا يعني فيه ربنا طمس مش على عقلك على بصرتك مش هتشوف طيب بس انت حطت محمد ناصر في دماغك ليا احطه في دماغ ولا محمد ناصر روك كان مش اخوان والتاني طيب مال مين الاخوان انا بحلف لكو بالله عشان هوريك دلوقتي الشؤة الوادي الهربان ده خي والله اهل والله اهل ومساكنين فيها بحلف لكو بالله على الهوى عشان المصريين عشان يعكر مزاجك عشان يشككك في بلدك هوريك رودي الخيل محمد ناصر اللي عمال بقى يتكلم عن ناصر بقى هورهولك بقى هو على العميل محمد ناصر عميل رسمي كل دول عملاء خوانا لكن هم اللي وفقوا على بيع تيرانو سنافير عادي هم اللي حللوا لاتفاقية الخرطوم وبيع النيل عادي وطنيين جدا هم اللي وفقوا على بيع الشركات وتدمير شركات زي الحدود الصلب وغيرها وطنيين جدا لكن لو عايز تعرف مين صاحب فكرة بيع قناة السويس فدي بقى المفاجأة المفاجأة اللي معانا النهاردة مين صاحب فكرة بيع القناة وعمل السندوق ده مين صاحبها ده شغل مصر النهاردة اللي بيدور لك في الكواليس وبيجيب لك أصل وفصل الحكاية الحكاية البسها مصطفى مدبولي ومصطفى مدبولي ده الحقيقة ابن بار لحماه أو لحماته طيوب جدا وكيوت قوي اوقع تحمل مصطفى مدبولي حاجة ده راجل غلبان ده زوج بسالي من شغله لبيته ما عارفش حاجة تانية إنما أصل الحكاية دي جاية من واحد بس أنت أكيد دماغك هتوحل السيسي وفعلا ممكن يكون عندك حق لأنه طلع في أكتوبر اللي فات السيسي وأعلن عن الصندوق في وسط زحمة المؤتمر الاقتصادي وأعلن عنه بطريقة الحج سعيد برضو أنا جيت قلت للهيئة معك كام قال لي ما معيش آه وابا حل أحوش اسمع الفيديو ده كده أنا قلت لكم أنها قناة السويس دي طول عمرها بيجي لها دخل تدي لي وزارة المالية والش كده دكتور معيك وخلاص فجي الراجل بتعلقها قناة السويس قلت له معك فلوس كام قال لي ما معيش فجيت قلت للهيئة لقناة السويس معك كام قال لي ما معيش طول يا راكل يعني مؤسسة عملاقة زي دي ما يبقاش عندك ملاقة مليئة تلتمية ربعمائة مليار المليارات عنده ملاقة شيئة بالمناسبة للي بسمعني عارف كلام ده لأن الحلم جبير قوي فقال لي لا فقال لي خلت كل حاجة تم قليها قال لي شوف الفلوس الزيادة اللي بتيجي بقى مش بتاعتك صح كده دي بتاعت اللي هيئة خلاص تلق أعمل لي صندوق تحط لي في الفلوس بتاعتك ديت ويتنم ده الموضوع مطبخ من قصه لكن المفاجأة ان السيسي جاي ينفذ أجندة يغرق بيها البلد وماشي عليها بخطوات محسوبة وبيع قناة السويس واحدة من الخطوات دي وأول كلام عنها كان في يونيو اللي فات وطلع اعترف بده وزير المالية نفسه في يونيو عشرين اتنين وعشرين قال مصر رفضت اصدار سكوك تستند على ملكية السد العالي وقناة السويس أربعة يونيو عشرين وعشرين مصر رفضت اصدار سكوك تستند على ملكية السد العالي وقناة السويس عسان كده يا حضرات طبيعي ان القانون يطلع بعد ساعات من موافقة السندوق السندوق النعد على القرد وده اللي كتبوا بوستو الأستاذ خالد رفعت كتب كده بيقول خالد رفعت بيقول لا تصدقوا خالد رفعت فهو يبس السم ولا يرى الإنجازات صدقوا مجلس الشعب المصري المحترم اللي بيناقش دلوقتي تعديل قانون هاية قناة السويس قانون رقم كزا لانشاء سنة 75 لانشاء صندوق خاص بهاية قناة سويس من سلطته بيع الأصول المادة 15 مقرر ويتمن بنوت وبالصدفة البحثة الكلام ده تقدم بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اللي أقرب نفسه بالاتفاق مع الحكومة المصرية على بيع الأصول وقادي اللينك بالعرم كمان من صفحة الصندوق بنفسه ما ربنا عارفه بالعقل لما انت تبقى مش قادر تسدد ديونك ورايح تستلف عشان تسدد فوائد القروض ما هو منطقي برضو ان اللي هيسلفك لازم يضمن فلوسه انه ياخد أصولك لانك مش معاك اي فلوس تسدد القديم ولا جديد مش دا المنطق برضو بس برضو قعد تسدقه خالي بريفعت ولو عايز تعرف مين أول واحد دخل بفلوسه في القناة فظنك برضو في محله دولة الامارات اللي انا نفسي اعرف ملة ابوها ايه اتفضل بتكلفة مليار دولار تعاون مصري اماراتي لجرف اعمال بقناة السويس اهلا اهلا الاثنين تسعتاشر ديسامبر عايز تفهم بقى خلي الخبر ده معنا عايز تفهم اللي قاله خالد رفعت خالد رفعت قال لك كلام منطقي بس اللي مش هيفهم يبقى احمار صندوق النقد اديك ثلاثة مليار دولار على كم سنة يعني اديك خمسمائة الف تسبعمائة الف كل شوية كده كل كم سنة مش دا الفلوس وعلى فكرة الثلاثة مليار كلها انت مش حاجة لمصر لكن هو الصندوق عمل معاك فايدة وواجب مهم قوي الصندوق ضمن لك يا محترم انك انت تلم ستاشر مليار دولار من السناديق السعودية الخليجية وبعض الجهات الخارجية يعني الثلاثة مليار بتاعه الصندوق دول مش مهمين قوي انت تاخدهم على خمس ست سنين يعني هتم بيوم ايه انما هو من الدول ولا السناديق الخليجية ستاشر مليار جنيه حلو قوي هيجيبها لك بعمرة ايه عينيك الخضرة ولا شعرك الصفر ولا شفافك العنابي لا هيجيبها لك بإضمان اصولك البيع بتاع اصولك عشان كده خبر زي بتاع الامارات بتساعد في الجرف اعمال قناة السويس نبدأ بقى نشتغل بقى وده كيف اصار لك ليه عمر قديم سخنان قوي على البيع كده لان السندوق السعودية السندوق السعودي هيخش هيخش كبير بقى وعمر شغال عند السعودين اصلا عمر ما شاء الله يعني عمر هو مدير مبيعات عمر هو قائد الحملات الاعلامية لمحمد بن سلمان قادي واحدة هو الامارات دخلت تشتغل على جرف اعمال في قناة سويس زي ما يقول الخبر معالش هات الخبر تاني يا علي بعد اذنك ربنا يبارك لك تكلفة فصاد البلد فصاد البلد فصاد البلد بتكلفة مليار دولار تعاون مصر اماراتي لجرف اعمال بقناة سويس والتفاصيل اطلع بالتفاصيل العالمين جنب بعض هم اتجوزوا بعض يا نخل تير في العلال يا بلح اعلنت شركة الجرفات البحرية الاماراتية انها تتولى مشروع اعمال جرف في قناة سويس واوضحت الشركة في بيال لها لسوق ابو زبي لأوراق المالية ان قيمة العقب بلغت مليار دولار ومن المقرر الانتهاء بيوضبوا بقى اشتاروا بقى وبيوضبوا حضرات الساد احنا قدام سيناريو شيطاني عامل زي خطوات الشيطان بالزبط بدأ بطلب من البنك الدولي وانتهى بقانون بيع امن مصر القومي في البرلمان شوف كده الخطوات الشيطانية دي مشي ازاي اهو في الجراف ده خطوات الشيطان الطريق الى بيع قناة سويس في 4 يونيو 22 وزير المالية اعلن رفض مصر ضغوط من البنك الدولي لاصدار سندات لقناة السويس والسد العائل في 8 سبتمبر 22 السيسي اعلن زيادة ايرادات قناة السويس ويسخر من الاعلام المعارض ماشي اللي بعده 25 اكتوبر 22 السيسي يطلب من رئيس هيئة قناة السويس انشاء صندوق به 400 مليار دولار خارج مزانية الدولة ملاش دعا 400 مليار من ايه 16 ديسمبر 22 صندوق النقد يوافق على قرد المصر مقابل شرط بيع الاصول المملوكة للدولة والتعويم الكامل دي خطوات الشيطان يا حضرات خطوة 17 ديسمبر عمر اديم يلمح لحل ازمة الدولار مقابل حل تعرفه الدولة اللي هو حاجة تجيب لقشة كاملة كده مبلغ كبير مرة واحدة 19 ديسمبر 2022 البرلمان يقر انشاء صندوق قناة سويس الذي يطيح طرح وصولها للاستئجار او البيع هنا بقى السؤال يا حضرات هل هيقف المصريين تفرجوا على بيع قناة سويس زي ما وقفوا تفرجوا على بيع التيرانوس نفير والف كيلو يعني كبير جدا من ابو اير للإسمدة الحديد للصلب الكوك القومية الأسمنت أرض مسبير الوراء هل هيقف المصريين يتفرجوا على بيع مصر زي ما وقفوا تفرجوا كده على إعادة ترسيم الحد البحرية إياها اللي وديتنا في دهيا مش واجه المالية كان قال او قال كده اطلب بينهم قناة السويس او السد العالي فاكر انت الخلاصة بسيطة حضرات وسهلة وهتصدم بيها انت هتتصدم وكلنا هتصدم السيسي أنا بقوله بيئ يا سيسي براحتك بيئ قناة السويس بيئ الهرم بيئ النخل بس بشرط واحد شرط قديم جدا موجود في التاريخ لما الشيخ العز ابن عبد السلام كانوا المماليك دخليل في الحروب فحرب جمدة جدا فطلب السلطان ضريبة من المصريين فوقف العز ابن السلام قدام السلطان المماليك وقال لهم عايزين تاخدوا من الناس درايب جميل يبقى الأول تسددوا اللي عليكم انتو انتو ملك للشعب معه المماليك دول كانوا ايه المهم قال السلطان بتاعهم كل مملوك يبيع ما يملك ولما تخلصوا وما يكفيش بيع المماليك ولما تخلص وما يكفيش اطلب من السعب درايب وبالفعل المماليك اللي بقى امراء او قادة او قادة الجيش اشتروا واتباعوا ودفعوا اللي عليهم هو ده بقى المثل يا سيسي قبل ما تبيع الشركات وقناة السويس والمصانع بيع بقى انت اللي كسبته في الثامن تسع سنين اللي فاتت بيع اللي كسبته انت وعيلتك وولادك واخواتك خاصة نحمد السيسي بيع الطيارة منص مليار بيع القصور الرئاسية اللي بجحت وقلت اه باب قصور بيع كل ده بيع مقار الحكومة في العالمين بيع العاصمة الإدارية خلص كل دول بيع كل خاتم او حلق او اسورة اشتريتها لبراطك بيع كل ده ولو ما كفاش ساعتها نبقى نتكلم عن بيع ايه في مصر